قصة أخرى متزامنة بطالتها أيضا طائرة روسية على كل حال يبدو أننا نودع العالم أحادي القطب مع الصعود الكبير للصين وتوسعها عالميا إضافة إلى عودة الانتشار الروسي على جبهات عدة عودة روسية إلى المنافسة العسكرية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مشاهدين تبدأ من هنا من هذه القاذفة الاستراتيجية الضخمة التي أطلق عليها اسم ستيلث لتكون أول قاذفة شبح مع مضي موسكو قدما بتحديث ترسانتها العسكرية ستتولى الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران التي تسيطر عليها الدولة الإشراف على مشروع هذه المقاتلة حيث تم البدء بشحن المواد التي تدخل في صناعة هذه القاذفة والعمل بدءا من القمرة التي تعرف باسم باك دا سينتهي التجميع النهائي للقاذفة بحسب وزارة الدفاع الروسية بحلول العام 2021 مشاهدين القاذفات الشبح مصممة لتفادي رصدها من الرادارات ولذلك سميت شبح وتحمل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وتشير التقارير إلى أن تصميم جناح القاذفة الشبح سيكون مشابها لنظيراتها الأمريكية لكن هذه القاذفة الروسية مشاهدين ستحلق أسرع من الصوت وتحمل صواريخ كروز وأسلحة أسرع من الصوت أيضا وتعتبر القاذفات الشبح الأمريكية بي اثنين التابعة لسلاح الجو الأمريكي بين المقاتلات الأكثر إثارة للخوف لدى الجيوش في العالم ولتكتمل الصورة في تغير الأقطاب العالمية مشاهدين بدأت الصين هي الأخرى العمل أيضا على قاذفة قنابل شبح بعيدة المدى تحمل اسم تيان اتش عشرين التي سيكشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال معرض جوي في شهر نوفمبر المقبل